موضوع الأراضي في محافظتنا هو بيعني العديد من الإشكاليات والتعقيدات احنا عدنا تصاميم أساسية ما مصادقة عدنا بعض الأقضية تتوفر بيها أراضي بأعداد قليلة جدا أكو وجبات سابقة يعني صارت توزعت في عدة أقضية يعني العام الماضي والعام اللي قبله والقبله وهكذا فهي مجموعة مشاكل تراكمت يعني احنا من خلال الفترة اللي أنا تسلمت بها مهام إدارة البلديات عملت على موضوع تخصيص الأراضي واستملاكها وكل ما يتعلق بها من إجراءات فنية وقانونية يعني بشكل جاد وبجهود كبيرة الموضوع بي أكثر من تفصيل وحالة عدنا احنا تعرف حضرتك ويعرفون الجميع أن بلديات صلاح الدين هي عبارة عن أقضية بها بلديات يعني اللي أقضي كل قضاء إلى مشاكله وإلى معوقاته احنا دا نعمل بالمتابعة مع مدراء المؤسسات البلدية وأقسام الأملاك في البلديات المعنية يعني نتابع معاهم بشكل جاد وبشكل شبه يومي يعني موضوع الإجراءات اللي احنا دا نسلكها في سبيل الوصول إلى النتائج اللي نريدها عدنا عدة حالات مثلا أكواق ضيئة بها يعني تحتاج إلى استملاك وهذا يتعلق بقانون 80 لسنة السبعين القانون 80 يعني المختصر ما لا يقول لك الأراضي اللي تابعة إلى وزارة المالية داخل حدود البلدية تقول عائديتها إلى البلدية بدون مقابل من أجينا دا نطبق هذا النص على يعني العديد من الأراضي على أرض الواقع على أرض الواقع دائرة عقارات الدولة اعترضت قالت احنا ما ننقل لكم ملكية الأراضي بسبب أنه أكو كتاب قديم من وزارة المالية يقولون أنه ما تحول ملكية الأراضي ألا بعد استحصال موافقة وزير المالية وهذا الموضوع يعني يكون معقد وطويل جدا لأنه يعني هناك العديد من الإجراءات الفنية وزارة المالية يقول لك هاي وحدة من الموارد الاقتصادية أنت شون تجدها خبه مو نجرات تروح الوزارة المالية لأي لكم هي المشكلة أنه أنت تعمل وفق قانون هو دا يعترض دا يصطدم القانون رسمي سار المفعول ما من حق أي واحد يعني إذا تسلحني قانون الثمانين ينفي القانون القبل ويأيد القانون هو بس قانون الثمانين لا يوجد قانون قبله ولا يوجد قانون بعده قانون الثمانين للسنة السبعين قانون واضح وصريح طبعا يشمل الجراءات التي بها تعليمات منفصلة عن الجراءات التي يجب اتواحها في موضوع الاستملاك وهذا القانون لو تقرأ تفاصيله ينطي البلدية كل الحق في الاستملاك وينطيه كل التسهيلات اللازمة الموضوع توقف بموجب تعليمات وتعليمات ليست صحيحة بدليل أنه في عام 2017 تم مفاتحة مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص وكانت الإجابة بأن القانون الثمانين يطبق بحذافيرة ولا يتطلب استحصال موافقة الوزير لكون هذا القانون سار المفعول ونافذ به متطلبات وشروط بعد أن يتم تحقيقها تحول ملكية الأراضي مباشرة المتطلبات والشروط جميعها نحن نحققها وفق محاضر رسمية موقع بها ممثل وزارة المالية في كل قضاء موقع على هذه المحاضر لكن يتم عرقلة العمل تابعت آني شخصيا بعد أن أخذت الإذن من السيد محافظ صلاح الدين المحترم باعتباره مهتم بهذا الموضوع اهتمام بالغ تابعت آني شخصيا مع موظفي قسم الأملاك في بلديات صلاح الدين الموضوع هذا تابعناه في بغداد رحت عدة مرات إلى دائرة عقارات الدولة بعد أن جلسنا في جلسة عمل واجتماع كان رسمي بهذا الخصوص وصلنا إلى قناعة هم وصلوا إلى قناعة أنه القانون هذا واضح وصريح ولازم يتم تنفيذها قالوا إحنا لازم نرفع مطالعة إلى الدائرة القانونية بالمالية وتم رفع مطالعة بهذا الخصوص وإحنا حاليا في دوامة من المخاطبات بين الدائرة القانونية وبين عقارات الدولة أنا عندي عديد من الموظفين مفرغهم تفرغ كامل لهذا الموضوع وإذا يعملون بشكل أسبوعي يكون دوامهم في هذه الدوائر طبعا هذا بعد أن كملنا إجراءاتنا من يمى الزراعة لأن أيضا من ضمن تفاصيل عملنا هو رفع يد الإصلاح الزراعي عن هذه الأراضي أنا كل هذه الإجراءات كلها نكمليها بالكامل وبقى الموضوع الوحيد هو دارة عقارات الدولة لننتظر إحنا تصدر تعليمات حتى نجي نستملك الأراضي بعدها يتم فرزها وتخصيصها سوف نذهب إلى المستحقات الصحفي الصحفي يقول لك أنا وعدوني بأرض أقواء معينة اليوم اللي هو المفروض ترفع عنها الصفة الآثارية وتتوزع للصحفين اليوم أين المشكلة؟ سنتي أنا وتواعدون بهم محافظة صلاح الدين والسيد محمد ونس قبل ما يكون مدير بلديات وإيضاً كان مدير بلديات سامرة اليوم يقول لك أنا حددوا لي هذه الأرض قالوا هذه الأرض ترفع عنها صفة الآثار ووزع لكم ياها هذا الموضوع اللي ذكرته هذا تحديداً في قضاء سامرة هذا حدث يعني بعد أن يعني كانت النية أنه يتم استملاك الأراضي ضمن القطعة 1 على 16 في وقتها تم استحصال موافقة دارة آثار صلاح الدين وانطونا عدم ممانعة بالأمر وتم استحصال موافقة الوزارات كافة لكون هذه الأرض تقع خارج التصميم الأساسي للمدينة وضمن حدود البلد ضمن حدود البلد لكن خارج التصميم خارج التصميم الأساسي لكي يتم توزيعها لازم تدخل داخل التصميم الأساسي هنا عندنا وفق القانون مرغم أنه أنا أسمع العديد من المخاطبات والنداءات والمناشدات اللي تقولك وزعونا خلافاً للقانون وأنا من خلال منبركم طبعاً أحب استغل الفرصة وأوصل رسالتي الصريحة والواضحة بأنه لا يمكن ولا نعمل على مخالفة القانون نهائياً وأي كلام يدور بأنه وزعونا خلافاً للقانون هذا الكلام ما يعنينا نهائياً مهما كلف الأمر لأنه لا يمكن لأي مديب دائرة ولأي مسؤول يخالف القانون ويعمل بشكل عشوائي وعبثي نهائياً مشكلة الصحفيين اليوم أنا اليوم أريد أحل مشكلة زملائي جاني أقدر أفتين منك أحل مشكلة زملائي اليوم الشون أحل مشكلة الصحفيين سامة مشكلة الصحفيين نحن في وقت سابق يعني يعني أنا اجتمعت بيهم أكثر من مرة وكان هناك لقاءات عديدة وكان هناك يعني نقاش مستفيض بهذا الموضوع وتحدثت لهم عن المشكلة تحديداً بمنتهى الصراحة ووضحت لهم كل الإجراءات اللي اتبعناها واللي واجب اتباعها ووضحنا لهم يا بشكل مفصل لكن أكو يعني استعجال هو من حق يطالب يقول لك أنا شريحة مهمة مشمول بالقانون ومشمول بتخصيص الأراضي وأنا أطالب بحقي هو من حق يطالب هو حال حال العديد من الشرائح المشمولة بالتخصيص لكن هي ده تنتظر إجراءات إحنا ده نقوم بإجراءاتنا يعني على قدم وساق لكن هناك تأخيرات في بغداد والتأخيرات تحديداً راح أذكر لك ياها بالتفصيل أحاول أختصر لك الموضوع بس يعني أحكي لك ياها بمنتهى الصراحة المنطقة اللي رادة والصحفيين يخصصون بها أراضي رادة وتخصيص الأراضي فيها هي القطعة 1 على 16 اللي مثل ما قبل قليل ذكرت لك أنه هي واقعة خارج التصميم الأساسي ضمن المنطقة الأثرية أثر صلاح الدين أنتونا عدم ممانعة إحنا هنا خاطبنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجنة تخصيص الأراضي لأنه كل أرض خارج التصاميم الأساسية هي من صلاحية الأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى تضم ضمن التصميم الأساسي من فاتحنا الأمانة العامة هنا الإجراءات تأخرت تحدثت آني مع السيد المحافظ بهذا الخصوص والسيد المحافظ مشكورا قام بأخذنا آني ومدير التخطيط العمراني ورحنا إلى الأمانة العامة وجلسنا مع السيد رئيس لجنة تخصيص الأراضي في وقته كان الأستاذ طرهان مفتي عقدنا اجتماع معه وتحدثنا بتفاصيل الموضوع وعد بتشكيل لجنة لغرض الكشف على هذه الأرض اللجنة لهذا يومنا يعني صار لها عدة أشهر تقريبا راح يصير سنة لحد الآن ما تم يعني أي إجراء من قبلهم بهذا الخصوص الموضوع آني تحدثت به سابقا مع نواب يعني ممثلي سامر را نوابنا بالبرناماء الأساسية في وقتها كان عمار يوسف وأنا اتكلمت معها الأستاذ عمار يوسف بعدين اتكلمت مع الأستاذ مثلنا عبدالصمد ووعد أنه يقوم بمتابعة هذا الأمر طبعا كانت هناك متابعات الأستاذ مثلنا عبدالصمد أكثر من مرة اتصل لنا بالأمانة العامة ويعني تحدثوا بأنه هناك حدث تغيير برئيس اللجنة راح يستلم رئيس اللجنة جديد بعدها يتم المتابعة معه إجراءات إدارية وروتين مزعج أخرنا أخرنا يعني أخرنا كثيرا أدرا عن القاطعة أنتم بعدما ذهبتم بزيارة أنت وسيد المحافظ وعدتوا صاحفين صلاحة ستشكل لجنة خلال 14 يوما تيجي تجرد الأرض وتسلم للبلدية مشكلتكم قريبة ولكن مشكلتهم سنة وما خلصت اليوم عدم مجيء اللجنة أثر تغيير اللجنة نعم أكيد عدم مجيء اللجنة إضافة إلى هذا كتاب الآثار كتاب عدم الممانعة من آثار صلاح الدين تم الاعتراب عليه من بغداد آثار الهيئة العامة في بغداد اعترضت وقات هذا مو من صلاحية آثار صلاح الدين هذا لازم موافقتنا وهاي أرض أثرية ودخلونا أيضا بمتاهة أخرى إحنا حاليا الموضوع في بغداد الموافقات في بغداد متى ما تحصل الموافقات إحنا راح نفي بوعدنا وإن شاء الله يتم تخصيص الأراضي لكن يعني ما أقدر أنطي كلام باعتبارها أمر مبيدي ولا ضمن صلاحية دائرتي ولا ضمن صلاحية المحافظة لأن الموضوع يمى الوزارات المعنية في بغداد ومثل ما ذكرت لك قبل قليل إحنا كمحافظة عموما وآن جزء من المحافظة وجزء من توجيهات السيدة المحافظة اللي يولي اهتمام خاص بهذا الموضوع دا نعمل ودا نتابع بشكل حثيث لكن مثل ما ذكرت لك الإجراءات هناك يعني تأخرت ورغم متابعاتنا المستمرة إن شاء الله متى ما رح نصل على الموافقة رح يتم تخصيص الأراضي